السلام عليكم شوفنا ازاي في المحاضرة اللي فاتت ازاي ممكن نستخدم البالس ويتس ميديوليشن اللي موجودة في الهارد وير بتاع المايكرو كنترولة في المحاضرة دي عايزين نتعرف ازاي ممكن نبني البالس ويتس ميديوليشن بتاعتنا على اي بن من بنية المايكرو كنترولة باستخدام الطايمارس هتلاقينا ان احنا في المرحلة العاشرة من الكورس بتاعنا وفي خلال محاضرة النهاردة عايزين نشوف ازاي ممكن نبني البالس ويتس ميديوليشن بتاعتنا واحدة واحدة باستخدام الطايمار والانترابت سيرفيس روتين بعد كده هننتقل ونعمل فول كنترول على البالس ويتس ميديوليشن باستخدام الطايمار وتاني بأكد احنا مش هنستخدم الهارد وير بن بتاعت البالس ويتس ميديوليشن اللي موجودة في المايكرو إحنا هننتج البالس ويتس ميدوليشن بتاعتنا على أي بن من بنات المايكرو كونتورولة أحد الطرق اللي ممكن يستخدمها عشان ننتج البالس ويتس ميدوليشن على أي بن ممكن إن احنا نستخدم 2 انترابت سيرفيس روتينز بحيث إن واحد ممكن يتحكم في الـ on mode وانا هستخدم OCR1A علشان إحنا استخدمنا قبل كده والتاني ممكن يتحكملي في الـ off mode وهستخدم OCR1B في الخطوة الاولانية خلينا نبتدي بان احنا نعرف الانترابت ماسك رجيستر واحنا روحنا على الرجيستر ده قبل كده وشفنا ان فيه OCI E 1A والتاني 1B في المرة اللي فاتت كنا عملنا ست للبن دي فعايزين نعمل ست للبت دي والبت ديت فهبتدي الاول ان هعمل هاش انكلود بعد كده هقول الAVR وبعد كده انترابت وドوت H وكنا لما بنعمل هاش انكلود انترابت كنا بنقول دايما سي اي فهنقول سي اي ونفتح قصين ونقول سميكو وبعدين انا عايز احدد بتاعت البالسويتس ميديوليشن باستخدام فهكتب هنا فانكشن فهقول بعد كده بالسويتس ميديوليشن انت وبعد كده هقول يو انت سكستين اندرسكور تي بحيس ان انا هدي القيمة بتاعت OCR اللي هي 1A او 1B فهقول OCR اندرسكور فاليو وهقفل القص وبعد كده اخط الكارير براكتز بتاعتنا احنا قلنا ان احنا عايزين نستخدم التايمير عن طريق الانترابت سيرفرس روتين فطبعا علشان هنستخدم OCR 1A والOCR فمحتاجين نعرف OCR 1B فمحتاجين نعرف OCR 1A والOCR 1B لاننا اذا جينا على الرجستر بتاعنا هتلاقي في الشرح على الاتنين بيتس طولت بيقولك ان ديت ازا تعرفت وديت ازا تعرفت معنا كده ان الانترابت سبقى globally enabled وشرحنا الكلام ده في المحادرات اللي فاتت فمش عايزين نضيع فيها وقت اكتر من كده فهنبتدي نقول اسم الرجستر T-I-M-S-K 1 وبعد كده OR equal وهنعمل set للبين O-C-I-E 1A وبعد كده OR وبعد كده O-C-I-E 1B وسمي يكونوا الخطوة اللي بعديها ان احنا عايزين نعمل set للبين O-C-I-E 1A عند Higher Resolution فمحتاجين نختار وانا هختار No Prescaling علشان يبقى Higher Resolution او تبقى فاست بارسويتس Medulation فهعمل set للبين O-C-S-1-0 بحيث ان انا ازا جيت على T-C-1-Control Register B فهتلاقي فيه جوا CS-1-2 والحد 0 اللي انا كنت بعمل set للبريسكيلنج من خلالهم واذا بصيت على التاول بتاعها هيقول لي ان No Prescaling معناها النديد لازم تعمل لها set والبقين نسيبهم زي مهم واذا طلعنا على T-C-1-Control Register A فهتلاقي بيقول لي ايه معنى Wave Generation Mode بحيث ان في Wave Generation Mode احنا عايزين نعمل set للبين ديت علشان نستخدمها في Clear Time والCompare Match Mode بس البت ديت موجودة في T-C-1-Control Register B موجودة هنا فمعنى كده هنكتب اسم الرجستر بتاعنا وهنعمل set للWGM-12 والCS-10 يبقى معنى كده ان احنا محتاجين نكتب السطر اللي قدامنا دو فهنبتدي نقول T-C-C-R-1-B بعد كده OR equal بعد كده 1 وCS-10 وOR بعد كده 1 وWGM-12 وSemicolon بعد كده انا عايز اشوف الاوتوت بتاعي على البين بي زيرو مثلا فمعنى كده هعرف ان بورت بي كاوتوت وهقول ان دوت خاص بالon mode ودوت خاص بالoff mode فهاجي على البرنامج بتاعي هقول ISR وبعد كده timer one underscore compare a وبعد كده vect وهبتدي احط الكرل براكتز بتاعتي وهقول port b or equal one واقول port b zero وSemicolon وبعدين هبتدي اقول ISR و timer one compare b underscore vect وبعد كده هحط الكرل براكتز واقول port b and equal not one port b zero وSemicolon بحيث ان السطر ده بيعمل لي set للبين بي زيرو بيخليها لي one والسطر دوت بيعمل لي reset للبين بي زيرو بيخليها لي zero او بيعمل لي negate للone تمام يبقى محتاجين نيجي في المين فونكشن ونعرف ان port b بقى out فهقول ddrb وبعد كده equal zero x و f f وبعد كده هقول port b فهقول and equal zero x f f الخطوة اللي بعديها ان احنا عايزين ندي كيمة لل ocr1a و كيمة لل ocr1b فعشان نفتكري اللي اللقمة بين الفريكونسي وال ocr1a او ocr1b كانت بتتحسب بالشكل اللي قدامنا ده وشرحناها في المحاضرات اللي فاتت فدلوقتي هبتدي اعمل condition هقول اذا كانت كيمة ocr underscore value اكبر من 1000 لان انا لسه هدخيلها بعد كده في المين فونكشن فهقول خليها ocr underscore value بتساوي 1000 ودي هتبقى maximum value بتاعتي وبعدين هقفل الكرير براكت بتاعي وهقول ocr1a هيساوي قيمة ocr اللي جايلي من الفونكشن هنا بس مضروبة في 100 وسيم يكونه اما بالنسبة لل ocr1b فهيخليها مثلا بتساوي 10000 ناقص ocr underscore value مضروب في 100 وسيم يكونه فطبعا ocr value مش هتوصل للكيمة ديت ابدا لان انا هبتدي اكتب range اللي هي هنا يوصل لحد المية ماكسمو فهبتدي اقول while 1 وبعد كده هفتح كرير براكتز وهقول for un16 underscore t بعد كده duty equal 1 وديوتي هيبقى maximum range بتاعها مثلا اقل من او 99 بعد كده duty plus plus وبعدين هقول في الكرير براكتز بتاعتي هقول ان pulse width modulation underscore init وحط جواها قيمة الديوتي وسمي كلب وبعدين هدي مثلا delay underscore ms وهقول مثلا عشرة millisecond هعمل نفس الكلام بس بالعكس بحيس ان انا هبتدي الديوتي في السطر اللي بعده من 99 وهتقل لحد الواحد فهقول for un16 underscore t وديوتي وسمي كلوم ديوتي greater than or equal to 1 بعد كده duty minus minus وهقول في الكرير براكتز بتاعتي هقول pulse width modulation underscore init وديوتي وديلي underscore ms وعشرة millisecond وسمي كلوم نبص بص على البروجرام بتاعنا من الاول فهتلاقي LED بينور من الصفر او من الواحد لحد 99 وبعد كده بيبتدي L تاني للواحد الحل اللي احنا كنا لسه شايفينه بيقولنا ازاي ممكن نبني pulse width modulation على اي بين من بنات المايكرو كنترولر لكن ازا بصينا هنلاقي ان احنا ما كناش واخدين الحرية الكاملة في ان احنا نتحكم في ال frequency او duty cycle وده اللي احنا هنعمله دلوقتي عن طريق اتنين timers واحد من الطائمر هنستخدمه علشان نعمل control على ال frequency وفي العادة بدي بقى محتاجين timer الاكيوريس بتاعته عالية علشان ممكن بقى محتاجين مثلا frequency بيوصل لستين الف هرتز فهنستخدم timer counter 1 او ممكن تستخدم التلاتة او الاربعة لان كل واحد فيه معبارة عن 16 bit اللي هو بيشتغل في range من 0 هرتز اسطلحات 65535 هرتز وهنستخدم timer تاني عشان نتحكم في duty cycle بس اذا استخدمنا في الطائمر التاني 8 bit timer هتبقى لكيوريس بتاعته كويسة جدا لان احنا عشان نتحكم في duty cycle ما بين السفر اللي 255 فدرقا ممتاز فمعنا كده ممكن نلجأ لل timer counter 0 بحيث ان ال range بتاعه من 0 2 power 8 او من 0 255 فكل اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي ان احنا نروح على timer counter 0 وهنروح على register بتاعه بحيث ان احنا هنروح على register description بعد كده هنروح على tc0 control register a اذا بصنا على register بتاعنا وانزلنا واحدة واحدة هتلاقي ان احنا ممكن نتحكم في wave generation mode عن طريق wgm02 لحد 00 فهنا دلوقتي عايز استخدم الطائمر بتاعي في المود بتاع clear timer on compare match ctc mode فهلاقي ctc mode موجودة هنا اللي هي بتقول لي ان دي لازم يتعمل لها set فمعنا كده ان انا محتاج اعمل set للقيمة ديت فمحتاج اعمل set للبن ديت جوه tccr0a فهاجي على البروجرام بتاعي همسح السطور ديت لان which محتاجها خلاص وكمان الكلام ده كله وهقول مكانها void وبعد كده هعمل function تانية خاصة بالduty cycle فهقول void بعد كده هسمي الفنكشن بتاعتي مثلا pulse width medulation underscore duty فهقول bwm underscore duty وهقول من جوة u int 8 underscore t لان احنا اتفقنا ان ال range بتاع pulse width medulation هيبقى متروح ما بين السفر لل 255 وهقول مثلا time value وهحط وهحط الكرل براكت بتاعتي وبعد كده هقول tccr0a وهقول or equal وبعد كده 1 و w g m 0 1 و سمي كونم اللي انا كده خليت الطايمر بتاعي في ctc موت بعد كده عشان احدد ال pre-scaler للطايمر دوت فمحتاج اروح على tccr0b اللي هلاقي فيه cs0tool.00 وهي اللي بتحددلي ال pre-scaler بحيث التيبل القدامي دوت بيقوللي ال pre-scalers اللي انا ممكن استخدمها وانا هنا عايز استخدم 1024 pre-scaler فمعنى كده لازم اعمل set لل cs02 ولازم اعمل set لل cs00 اولا انا محتاج اكتب السطر دوت فهبتدي اقول tccr0b وبعد كده or equal 1 و cs02 وبعد كده or 1 و cs00 و سمي كونم ازا جيت في ال data sheet عندي على clear timer on compare match ctc mode فهلاقي ان ال frequency بتاعي بيتحسب بالمعادلة اللي قدامي ديت بحيث ان ديت ال frequency او clock cycle بتاعت المايكرو كنترولة اللي هي في حالتي مسلا 16 ميجا هرتز ديت ال pre-scaler وديت ocr0a اللي احنا مستخدمينها فاذا عايزين نجيب ال frequency في المعادلة ونطلع الجزء ده فوق فبعد حبة خطوات ممكن نوصل للقصة ديت اللي ممكن نشوفه في المخادرات اللي فاتت بحيث ان ocr0a هيساوي الكلام دوت على الكلام ده فممكن نختصر الارقان ديت مع بعض اللي هي هتسويلي مثلا ميلي سكند مضروب في 7 8 1 2 ونص لانه واحد على ال frequency بتدينا time فهاجف الكود بتاعي هقول ocr0a وبعد كده equal time value اللي هي هتجيلي من الفونكشن ديت مضروب في 7 8 1 2.5 بعد كده ناقص واحد وسمي كله فقدر خطوة واحدة ان احنا نعمل ال interrupt بتاع الطائمر والكاونتر وعلشان احنا مستخدمين ocr0a فمعنا كده عايزين نعمل set او احنا محتاجين نكتب الساطر اللي قدامنا ده تحس ازا بصينا على الرجستر بتاعنا فهتلاقي ان number one ازا خليناها enable فهتخليلي compare a match interrupt enable فهنجي في الكود بتاعنا هنقول timsk zero بعد كده or equal و o c i e zero a وسمي كله فدلوقتي هبتدي اكتب ال isr او ال interrupt service routine الخاصة بال timer zero a فهقول isr بعد كده timer zero underscore comp a vect وبعد كده هقول في ال career brackets بتاعتي هعرف حاجة اسمها u int 16 underscore t بعد كده period و equal ocr1a وسمي كله اتفقنا ان القيمة ديت هتحددلي frequency بتاعت pulse width modulation دلوقتي عايزين نحدد duty cycle فهنقول ان ocr1b equal ocr1b plus one وسمي كله وهي دي هتبقى duty cycle بتاعتي اللي هي هتزيد من الصفر لحد ocr1a وبعد كده هقول if condition اذا ocr1b اكبر من او تساوي period اللي هي كيمة ocr1a ارجع لي تاني وخليها لي بتساوي الصفر ocr1b equal zero فمعنى كده ان احنا هنخلي ال led يبتدي من الصفر مطفي ويفضل يزيد في الاضاءة واحدة لحد ما يوصل و بعد كده يرجع تاني للسفر عظيم هتلاقي بقية البرنامج زي ما كتبناه اللي فاضل ان احنا نتكلم على الكلام دوت في main function ففي main function ما بقناش محتاجين while loop ديت خالص احنا بس محتاجين while one وكده كده البروجرام بتاعنا هيخش جوه ال interrupt فهنتدي الاول بقيمة لل ocr1a وهنقول مثلا 200 و وبعد كده هنقول كيمة برده لل ocr1b وهنقول مثلا 20 و ومحتاجين برده نتكلم على functions اللي احنا كتبناهم واحدة كان اسمها pulse width medulation underscore init واحدة كان اسمها pulse width medulation underscore duty فهنقول pwm underscore init ونفتح calls ونقفل calls ودي كان void function فهنقول semicolon وهننزل على السطر اللي بعده هنقول pulse width medulation underscore duty وهنفتح calls وهنديها قيمة لان ديت كانت مستنية مننا time value فهنقول مثلا 4 و semicolon وبكده الكود بتاعنا خلص نبص عليه بصة من الاول فهتلاقي زي ما انت شايف ال-led بيبتدي من الصفر بيزيد خالص لحد maximum value بعد كده يبتدي L تاني من الصفر ويزيد لحد maximum value وهكذا وده بسبب السطور اللي كانت موجودة هنا بحيث ان duty cycle بتاعتنا كانت بتزيد من الصفر لحد maximum value وبعد كده يرجع تاني من الصفر فبكده اتكلمنا عن طرق مختلفة من كتابة البالس ويتس medulation لأي من من بنات المايكرو كنترولة باستخدام ال-timers وال-interrupt service routine وشوفنا ازاي ممكن نعمل full control للعنصرين المهمين اللي في البالس ويتس medulation اللي هما ال-frequency و-duty cycle وبكده نكون خلصنا الجزء بتاع محاضرة النهاردة ومع السلامة